ومن المقاورة لأنتجرية كوريا الجنوبية واليادان والولايات المطاعدة أول تدريبات مشتركة مضادة للصواريخ في المياه القريبة من هواي 28 يونيو لقلت وكارة أنباء الفرنسية عن مسؤول في سول قوله إن الولايات المطاعدة ستطيق طائرة كصاروخ وهمي وهي ستتلقبه الدول الثلاثة بن على متن سفن مزودة بالنظام إيجيس المضاد لصواريخ قال مسؤول بوزارة الدفاع لكوريا الجنوبية إن هذه التدريبات اقترحت في اجتماع عسكري ثلاثي عقد بعد إطلاق صاروخ بعيد المدى لكوريا ديمقراطي في فبراير رضا على ذلك قالت كوريا ديمقراطية إنها ستواصل توصيع ترسانتها للنووية وستستخدم هذه الأسلحة في حال شعرت بأنها مهدلة